وإحنا مبسوطين ومحظوظين إن إحنا بقى نتكلم معاك بقى ونرغي وندردش بس الأول هبتدي من التكريم رحكيلي بقى المسرح القومي اللي أعتقد إنه من 65 بيبقى أنا حدك قلت عمرك بقى مش دعوة من 65 سنة بدأت رحلتك الفنية من خلال المسرح القومي مش كده دي معلومة صحيح؟ لا مش من خلال المسرح القومي المسرح أموماً على خشبة المسرح القوم يعني أول عمل قدمته في حياتي من 65 سنة سابقة كان على خشبة مسرح الأسباكية كان اسمه الأسباكية وهو اللي أسمه المسرح القومي ودي كانت بداية رحلة حضرتك أو تجربتك الفنية؟ الأستاذ أبو بكر عزة الله يرحمه ويحسن إليه ويغفر له هو اللي اكتشف فيها المواهبة يعني واخترني من ضمن مجموعة في كلية الهندسة فت أنا طالف كنت هندسة جامعة القاهرة ويعني الرئيس الفريق قدمنا ليه فاخترني وعملت التمثيلية الصمتة دي اللي هي اسمها بانتو مايم وأنا مكنش أعرف يعني مسرح ولا أعرف إني بانتو مايم ولا أعرف أي حاجة لكن أكيد كنت مهتم؟ قبل كده ما كنتش ولا ليه علاقة يعني يعني علاقتي بالمسرح منين؟ بس ده معنى أن مسرح الجامعة في وقتها كان مزدهر جداً يا سلام أنه كان في فرص وفنانين بيروحوا يشوفوا الطلبة مش كده؟ يا سلام على مسرح الجامعة زمان وعلى الأسادزة المهيمين على النصاط الفني يعني قدي كده حاجة ممتعة أنك تشوف الأستاذ المهيمين على النصاط بتاعك وانت بتعملي بروفها هو قعد في قدته بيسمع حاجة بتوفل أو كده أو كده كنا لسه من دقايب بنتكلم عن القدوة القدوة الشخصية هم كأشخاص قامات عظيمة كان قدوة وكانوا محبين وكانوا محبين لينا يعني أنا لما الأستاذ أبو بكر عيزة الله أرحمه اقترني وعملت التمثيلية دي قدرت قولي حضرتك نجاحي فيها وإحساسي بالمسرح ابتدى من اللحظة دي من 65 سنة الله وأنا قلت يا مهرب يقول إيه ده إيه الجمال ده إيه الحلاوة دي أكثر ما سحرك في المسرح إيه المسرح نفسه قلنا أنا يعني أنا على المسرح وبعمل كده بإيه دي ما هو كان تانتو مايم يعني كده بعمل بفتح بفتح حنفية فلازم أوريهم دي حنفية فيتحكوا ما تنزل في يعني ما كذا فأقولت الله إيه المسرح ده إيه التأثير ده إيه ده إيه الطعامة دي